بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصتي اليوم إن شاء الله درس في مادة أرياضيات لتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي المجسمات صفحة 76 إذن لدينا أولا اكتشفوا لدينا أولا سمي صورة والمجسم المناسب لها لدينا هنا مجموعة من الصور مطلوب مني تسمية كل صورة وما هو المجسم المناسب لكل صورة إذن لدينا هنا كرة كرة تيتنس ما هو المجسم المناسب لها رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 رقم 3 أحسنتم لدينا هنا حقيبة ما هو المجسم المناسب لها رقم 1 أو 2 أو 4 2 جيد لدينا هنا علبة علبة طماطم أو أقول مصبرات إذن ما هو المجسم المناسب لها وهو رقم 1 ولدينا هنا علبة هدية وما هو المجسم المناسب لها 4 إذن لدينا 2 تعرف علي أنا مجسم وجوهي كلها مربعات من أنا؟ إذن أنا مجسم وجوهي كلها مربعات عندما أقول وجه يعني هكذا هكذا أقول وجه هنا لدينا وجه وهنا لدينا وجه إذن نبدأ بالمجسم رقم واحد هل هنا لدينا الوجوه مربعة؟ لا لدينا المجسم رقم اثنان لدينا هنا مستطيل إذن لا لدينا كرة رقم ثلاثة لا لدينا رقم أربعة لدينا هنا مربعات إذن من أنا؟ أنا المكعب أنا مجسم أتدحرج ولي وجهان مستويان فقط من أنا؟ أتدحرج إذن هنا الكرة ولدينا رقم واحد الأسطوان لكن قال لي ولي وجهان مستويان إذن هنا لدينا الوجه الأول ولدينا الوجه الثاني إذن هنا أنا الأسطوان ثالثا أكتب اسم كل مجسم من المجسمات رقم واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن كما قلنا رقم واحد هنا لدينا أسطوان اثنان أقول بلا تقائم أو أقول متوازم استطيلات لدينا رقم ثلاثة كرة رقم أربعة مكعب إذن هذا فيما خص الجزء الأول أكتشف نمر الآن للجزء الثاني لدينا أنجز إذن لدينا أنقل الجدول الآتي ثم أكمل ملأه باستعمال معلومات المجسمات الواردة في فقرة أكتشفه من الفقرة الأولى سنختار المجسم رقم اثنان والمجسم رقم اربعة مطلوب مني اسم المجسم مطلوب مني عدد الأحرف لدينا عدد الأوجه ولدينا عدد الرؤوس هنا لدينا عدد الأحرف عندما أقول حرف ما معنى ذلك عندما أقول وجه ما معنى ذلك في المجسم وعندما أقول رأس في المجسم ما معنى ذلك لدينا مثلا هنا لدي علبة علبة هنا عبارة عن مجسم هنا بلاطة قائمة جيد إذن عندما أقول هنا الأحرف هنا نتكلم هكذا لدينا هكذا أقول حرف وهنا حرف وهنا حرف وهنا مثلا حرف أيضا عندما أقول الأوجه هكذا أقول وجه وهكذا أقول وجه وهنا أيضا أقول وجه إذن لدينا عدد الرؤوس عندما أقول الرؤوس هنا يعني هكذا لدينا هنا رأس وهنا رأس وهنا أيضا رأس وهنا رأس إذن هنا نحضر للتلميذ مجسم أولا أو شكل هكذا علبة عبارة عن بلاد قائمة والعلبة الثانية مكعب يقوم بعد هنا الأحرف في البلاد القائمة كم لدينا من حرف سنجد واحد مثلا إثنى ثلاثة نحسب هكذا أربعة خمسة سنجد إثنى عشر الأوجه سنجد ستة هنا الرؤوس سنجد ثمانية فيما يخص هنا المجسم رقم إثنان وهو البلاد القائمة رقم أربعة هنا رقم أربعة لدينا مكعب عدد الأحرف إثنى عشر أيضا عدد الأوجه لدينا ستة ولدينا عدد الرؤوس هنا ثمانية إذن ماذا تعلمنا من هذا الدرس تعلمت بعض المجسمات لها وجوه مستوية لها وجوه مستوية عندما أقول مستوية يعني هكذا هكذا أقول مستوية ولدينا لكل من المكعب والبلاطة القائمة لدينا كم من وجه ستة الرؤوس ثمانية الأحرف إثنى عشر إذن هذا فيما يخص درس اليوم لدينا إذن الآن نمر للجزء الثاني لدينا كتاب دفتر الأنشطة صفحة خمسون لدينا أتمرن أكتب أسفل كل مجسم اسمه إذن اسم المجسم الأول أقول مكعب لدينا هنا أسطوانة لدينا المجسم الثالث بلاطة قائمة ولدينا كرة ثانيا أكمل بالعدد المناسب ما يأتي لكل من المكعب والبلاطة القائمة نقاط لدينا رؤوس يعني كم لدينا من رأس في المكعب وفي البلاطة القائمة لدينا ثمانية جيد إذن لدينا الآن التمرين الثاني علبة الهدية على شكل بلاطة قائمة هنا لدينا علبة هدية على شكل بلاطة قائمة كل وجه من وجوهها مستطيل هنا لدينا مستطيل هنا هذا الوجه عبارة عن مستطيل وهنا مستطيل وهنا أيضا في الخلف مستطيل في الأسفل مستطيل إذن هنا قال لنا أكمل ما يأتي عدد الوجوه عدد الرؤوس عدد الأحرف إذن هنا لدينا عدد الرؤوس عفوا نعم قلنا كم ثمانية عفوا لدينا عدد الأحرف وجدنا 12 وعدد الوجوه 6 إذن لدينا التمرين الثالث أكمل النص الآتي بالمفردات لدينا حرفا رؤوس مكعبا مربع ولدينا وجوه إذن هنا ماذا سأقول أولا دعونا نتعرف على هذا الشكل ماذا لدينا هنا لدينا مجسم إذن أحسنتم هذا المجسم له لدينا هنا رقم ثمانية وهنا 12 وهنا 6 كل منها ويسمى إذن هنا نقوم بعد كم لدينا من حرف كم لدينا من رأس كم لدينا من وجه في هذا المجسم ونتعرف ما اسم هذا المجسم إذن هذا المجسم يسمى مكعب جيد إذن كم من رأس في المكعب كم من رأس لدينا قلنا هكذا أقول رأس إذن لدينا ثمانية كم من حرف لدينا إثنى عشر وكم من وجه هنا أقول وجه لدينا ستة إذن هنا لدينا كل منها هنا الوجوه نتكلم عن الوجوه وهي مربع جيد ويسمى مكعب إذن هنا كبداية يجب أن ننظر إلى المجسم نتعرف على اسم المجسم عدد الرؤوس عدد الوجوه عدد الأحرف بعد ذلك نقوم بوضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب إذن لدينا الجزء الأخير طبعا من الأفضل أن أحضر للمكعب مثلا أي شكل أو لتلميذ عفوا لتلميذ أي شكل عبارة عن مكعب يقوم بعد الأوجوه يقوم بعد الرؤوس والأحرف إذن لدينا الجزء الأخير أرسم بالأطوال الحقيقية مثيلا لكل من الوجهين الأخضر والبني إذن هنا لدينا الوجه الأخضر ولدينا الوجه البني هنا إذن ماذا سنفعل؟ سنقوم برسم الوجه الأول الوجه الأول نلاحظ أنه هنا لدينا مستطيل لدينا مستطيل نقوم برسم الشكل الأول هنا لدينا 2 سنتيمتر وهذا الطول أيضا 2 سنتيمتر هنا اثنان اثنان وهنا لدينا اثنان اثنان هنا لدينا مربع جيد قلنا للمربع أضلاع متقايسة هنا إذن الآن نقوم برسل الأشكال هنا لدينا هنا الشكل الأخضر لدينا هنا الشكل الأخضر ولدينا هنا الشكل البني إذن هذا فيما يخص حصة اليوم دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته